صباح الخير مشاهدينا عملوا جهدكن اليوم يكون نهاركن حلو شو ما صار معكن؟ قولوا ما بدي عصب ما في شي حرزان لا الزعل ولا التعصيب وتذكروا انه اليوم اصلا نحنا بنعمة كبيرة انه وعينا والرب عطانا فرصة جديدة ونهار جديد تنتوب ونرجع لحضنه بداية حلقتنا اكيد منبديها بالقراءة الانجيل المقدس مع الاب المارون المريمي الاب جوزاف سعد المجد الله اقرأ من انجيلي ربنا يسوع المسيح للقديس يحن ولكن كثيرين من الجمع امنوا به وقالوا ايعمل المسيح من الايات حين يجيء اكثر مما عمل هذا الرجل وسمع الفرسيون ان الناس يتهامسون بهذه الامور على يسوع فارسلهم ورؤساء الكهنة حرسا ليمسكوه فقال يسوع سابقى معكم وقتا قليلا هم امضي الى الذي ارسلني ستطلبوني فلا تجدوني وحيث اكون انا لا تقدرون انتم ان تجيء فقال اليهود فيما بينهم الى اين يذهب هذا فلا نقدر ان نجده ايذهب الى اليهود المشتتين بين اليونانيين ليعلم اليونانيين ما معنى قوله ستطلبوني ولا تجدوني وحيث اكون انا لا تقدرون انتم ان تجيء المشد لك يا رب المشد لك بهالانجيل اللي اسمعني منشوف هالجملة اللي عم تتكرر حيث انا امضي لا تقدرون ان تجيء وستطلبوني ولا تجدوني قداش هالقايب هالانجيل تطرح بعض المطارح علامة تعجب علامة استفهام خصوصا ان احنا بزمن الميلاد والكل فينا بالمبدأ وحسب ما هي روحانية هيدا الزمان عم نفتش على يسوع يلي عم بيولد عم نفتش على يسوع يلي عم بيتجسد ويحضر بقلوبنا بس حضر يسوع بين العالم قال لهم رح تفتش علي وما رح تلقوني انما بالزمن اللي نحنا عم نعيشه يسوع اختار يفتش علينا يسوع هو اللي اجي لعنا تحتى يلاقينا ومنطر نحنا نلاقيه فقديه حلو نحنا بهذا الزمن نعرف نفتش على يسوع واذا بدكن اكتر نعرف نستقبل يسوع هو اللي جي لعنا وما كتير بقى نضيع حالنا ونفتش بين العالم بقلب العالم من حولنا وين معقول اللي هي يسوع خلونا عرف نطلع على ذاتنا لجوه خلونا عرف نفهم متل ما فهموها الكهنة ورؤس الشعب مين هو يسوع يعني لحظة يلي بيحضر بيخطف العالم كله وبيعلق العالم فيه لدرجة انه مين ما كان موجود من حوله ما بقى له قيمة لحظة اللي هو بيحضر خلونا عرف نحنا اليوم من ورا هيدا الانجيل نعرف نختار كلمة يسوع بحياتنا نعرف نختار الحقيقة وما نخلي شي غطي علينا للواقع للعالم اللي عيشين فيه للمجد الباطي اللي نحنا اوقات كتير منوقع فيه يخطف من حياتنا يسوع خلونا نعرف كيف نعيش كل لحظة بلحظتها مثل ما بتقول قديسة تراز الطفل يسوع اعطيني اني عيش كل لحظة بلحظتها واني عيش الحب واليوم التجسد ما هو الا علامة واضحة واحلى مثل اعطينا يا يسوع لحبه لقلنا يوم يلي بيحب التاني بيحضر بحياته يلي بيهمه التاني بيفتش كيف يكون بكل لحظة بحياته ويسوع هيدا اللي عامله نهارا اللي يتجسد قاله للإنسان أنا بحبك نهارا اللي يتجسد تخلى عن ألوهيته تخيل اليوم إله ما ناقصه شي عنده كل شي بس لأنه هل قدي بيحب بس لأنه هل قدي الإنسان عنده قيمة بالنسبة لالله اختار انه يتخلى عن كل شي بيهملكه ويكون إنسان متل ومتل غيره تقول للإنسان أنا بحبك فخلونا نحنا اليوم نختار الشخص يلي مقابلنا نختار كل شخص من التقفي ونعرف نقله كلمة بحبك متل ما يسوع قالنا إياها لحظة اللي ولد أنا بحبكن ولحظة اللي مات قالنا أنا كرمي لكم عموت لأني بحبكن آمين مشاهدينا فاصل صغير ومنتابع أعود لألكم أبونا جوزاف سعد أهلا وسهلا فيك مرسي ماريا أبونا بالإنجيل يسوع عم بقلنا رح تطلبوني ومتلقوني كيف ما رح نقدر نلاقيه مش نحنا بس نموت رح نكون عم نلتقى فيه أنت عم تحكي عن لقاء الموت يلي ما فيه ما هرب منه لحظة يلي الإنسان بفرق هذه الحياة رح نواجه ربنا واجهاً لواجه إنما يسوع اليوم أكتر عم بيحكي عن فكرة أنه اليوم رح نطلبه بيومياتنا رح نطلبه بينهاراتنا رح نطلبه بالحياة اللي نحنا عم نعيشها وهذا اليسوع اللي ما رح نلاقيه هو اللي رحنا عم نفتش على صورة مختلفة عم نفتش على غير الله يلي هو لدرجة نحنا وصلنا بعالمنا عم نخلق من الله عالم خاص فينا وعم نعمله على صورتنا نحنا ومثالنا نحنا لدرجة أنه صار مطوع وصار مثل ما أنا بديه يوقفي اليوم أقول هيدا الله لا هيدا الله اللي أنا بعرفه هيدا الله اللي أنا بديه وصرت أنا اليوم عم فتش على حدا بس قل له يا الله يرد علي على الأسئلة اللي أنا بديها بالأجوبة اللي أنا بديها لدرجة نحنا بس فوت قطرح سؤال قل له أنا ربنا ما أنه حاضر أو ربنا ما عم بيجاوب لأنه بكل بساطة أخذ جواب ما أنه جواب اللي أنا بديه شو هو الأله اللي نحنا هلأ عم نفتش عليه نحنا كثير خصوصي بعالمنا هلأ عم نفتش على الله يلي يحلل لي مشاكله الله يلي بده يزبط وضع البلد الله يلي بده يرجع يعطي البحبوحة ونسيين ببعض المطارح أنه أنا اليوم عيش بصحة عيش مش نقصني يمكن الأساسيات وبذات لوقت في عالم من حولي كل همه كيف أنا أكون مبسوط كيف همه أكون أنا مرتاح فصرنا عم نفتش الله نخلق الله من حاجاتنا نحنا مش من مينوه الله شو قادر يغير بالواقع اللي نحنا عم نعيش فيه أبونا قيمة ما بنطلب يسوع وما منلاقيه يعني شو ممكن نكون عاملين حتى هو يرفض يستجيب لألنا لحظة اللي أنا بعيش الأنانية لحظة اللي أنا بدي مشي الله على هواية وقت اللي رافض حقيقة أنه الله محبة وبدي أنا عيش نوعا ما إذا بديك أوقات العدالة الأرضية المجد الدنيا واللي إحنا عم نعيش فيه أضواء الشهرة يلي بنقطع فيها أنه أنا أولى أحد هون مرات كتير راح يهيب يسوع نتبه اليوم الفكرة مني أنا إذا عم صلي أو ما عم صلي فيه يكون نهاري كله صلى نعم بس الله منه حاضر هي اليوم منه شو عم صلي هي كيف عم صلي هيدا هو الأساسي اللي أنا بدي أطلع عليه مش أنا اليوم شو صليت وقدي صليت يا هل ترى أنا اليوم كيف عم صلي لمين عم صلي وبأي الطريقة قاعد أنا اليوم فيه يقعد مع أشخاص وماني حاضر وكلنا منعيش قاعد يما قاعدين مع شخص قاعد كل وقته على التليفون شو أخير شي بنقوله ما بسطنا فيك بيناتنا اليوم من باب المسحة ما بسطنا فيك هو بيكون حتى بيمكن كلنا بيمكن فات قيل بونجور وقعد ومأخود بغير عالم فقدم جوهري وأساسي لحظة اللي بدي أقعد فتش على ربنا يكون قاصة تفتش على ربنا مش إنه أنا اليوم بدي فتش على ربنا بس مأجل المشروع أبونا لحتى الواحد يقدر يلاقي يسوع لازم يكون في على قليل حد أدنى من التواضع بقلبه يا رد بتخبرنا كيف الإنسان المتواضع بيكون عايش بس نطلع على فكرة التواضع دايما بنرجع لسورة مريم مريم اللي لحظة البشارة كان فيه حدثين ببشارة الملك أول واحدة إنها حبلة ورح تحبل من الروح القدس وتولد الإله الخبرية التانية إنه الإصابات نصبتها العاكر هي حامل وبشهر السادس مريم قدام هول حدثين قدام هول خبريتين نسيت حالة نسيت أول موضوع وانطلقت بلا ما تفكر حتى نسيت أنا لازم تخبر يوزف أنه في حدث من هيدا النوع تخيل لأيها درجة ما كان هم حالة ما كان هم الشي اللي عم بتعيشه والواقع اللي عم تمرق فيه تركت كل شي وانطلقت مسرعة بقول الإنجيل انطلقت مسرعة لعند الإصابات تتخدمها مين؟ إم الله يعني ليكي هالتفاوض بالطبع للبشري مريم يلي هي إنسان يلي متلي متلى يلي ما بتختلف عني بشي يلي ما فيقول إنه هيدا الله أوكي مظبوط هي بريئة من الخطيئة الأصلية إنما ما بيلغي إن إنساني بتتجرب ممكن تخطي إنما كان عندها الإرادة وكان عندها الوعي الكافي وكانت وعي بحياتها مين الله وشو الرسالة يلي كانت مؤتمنة عليها حبلة تواضعت لأقصى الدرجات وطلعت تخدم نسبتها لدرجة إنه بيّن على الإصابات فوق وميزت إنه اللي واصلة لعندها هيدا أم الله قلت لها من أين لي هذا يعني تخيل اليوم هالعظمة يلي عم تحكي فيها الإصابات والتواضع اللي عم بتعيشه مريم أنتأتي إلي أمه ربي وخدمتها ورجعت على الناصرة تحتها تكفي إياما من هون من يتعلم التواضع التواضع هو وقت اللي الإنسان ما بقى يتطلع بحاله هو أنا مين وأنا شو أنا شو بدي عيش وأنا وين بدي ألفت الانتباه وأنا وين مركزي شو بوستي وأنا بفوت إيه إذا ما في هاي ما بعمل هاي وإذا مش عاملين هيك أنا ما بطلع وإذا مش مزابطين هاي الأمور ما تبعطه وراي هدو صفات المتكبر؟ التكبر هو عكس التواضع فمن هيدا المنطلق هون هوا صفات كلنا بنعرفهم بس المفارقة بعرف عيشهم والمفارقة الأكبر نهار اللي بوصل لهيد المراكز رح أنسى أنا وين كنتوا من وين جيت ما حدا منا خلق وكان هلقدي بهيد العظمة كلنا خلقنا ونمينا وكبرنا وكان عنا أهلينا ومجتمعنا بيختلف يمكن فيه ناس أغنية فيه ناس فقرة آه بيصليهم التواضع والتكبر أنا بربيه أنا اللي بعيشه فيه وأنا اللي بنميه بي ذاتي فقداه حلو أعرف ميز هيدا الخبرية ويضال فيه لو أنا قد ما صرت مهم لو قد ما عشت المجد والجلال آخر طنهار فيه صندوق خشب ما رح يختلف عن غيره فقداه حلو ننتبه لهيد الفكرة ما كانوا الإدسين منتبهين له كان قدام ما كاتبهم ومواقع اللي كانوا يصلوا فيها كانوا يحطوا جمجمة راس جمجمة تهيتذكروا أنه بالآخر مش باقي شي كل اللي عم بتجمعه ما إلو قيمة قد ما هي القيمة أنه هالإنسان اللي مقبير يكون على علاقة طيبة أنا وياه على تواصل حلو وبذات الوقت يكون فيه شي حلو عم ينشغل بياناتنا وحلاوته هي يسوع المسيح يسوع أشبع جياع خيرا والأغنياء أرسلهم فارغين إذا منقلبه فينا نقول أنه أشبع الأغنياء خيرا والفكاراء أرسلهم فارغين إذا منكون عم نطلع بزاوية أنه الغنى هو فعلا هو غنى الداخل هو أدافي بقلبك وحبة أدافي بقلبك رحمة المسامحة قد بتعطي شو تعليقك على الموضوع بهذه المفارقة هون قد رح نسأل سؤال وصالي على شخص يمكن عيش على قده على قده يمكن أقل شوي سأليه كيفك بيقلك الحمد الله مستورين الحمد الله ماشي الحال مزروكين بس كتر خير الله وصالي أنا أتحدك كتير مرتاح واسمعي النأة هيا مش زابطة وهيا خربانة وعم نشتغل مثل قلتها شو ما عملنا أنجع القد منكمل هون السؤال بيترحله الله وين حاضر شو هو الغنى اللي أنا عم فتشها المعتر والفقير قادر يشوف غنى ربنا بحياته قدير ربنا كيفي وقدير ربنا عم بيأمن له أشياء واللي عايش ومرتاح بعضه ناقصه كتير إشياء لأنه ناقصه الله لأنه الله مانه موجود بحياته وهون هايدي المفارقة يلي بنحكي فيها أرسل الأغنياء فارغين متل ما بيقول الكتاب المقدس بأي معنى فارغين من الداخل ما إلا معنى اليوم أنا اختني من بره ما إلا معنى جمع مصاري وشوفناها مع الشخص يلي غلت أرضه وانبسط بحاله قيل بهضم أهرائي وبغمر غيرها جديد قال لي يا نفسي كله وتلززي قالوا رب ما في هذه الليلة أطلب نفسك لمين كلها شيء الليعم تعمله وهيدا السؤال اللي قلنا نحنا اليوم كل اللي عم بعمله إن كان تجمع سروى أو إن كان علي قيت أو إن كان مجد أو إن كان شو ما كان يكون لمين عم بعمله إذا عم بعمله لهاللحظة اللي أنا عم بعيش فيها يادي عان الشغل ويادي عان الطعب إذا عم بعمله لهال깐ين اللي وقف مقبيله لهالإنسان اللي قاعد مقبيله التاني تشارك هالعمل يلي عمناه عمله طيب يزيد تلوقتي يكون في خير أبعد بكتير من الصورة اللي أنا حملها ساعته هون اسمي عملت شي ساعته هون بزعل إذا مشروعي فشل ساعته هون بزعل إذا هالشي اللي بيني وبين الشخص التاني ما وصل لنتيجة لأنه في أشخاص ما هي عم تتعب تنوصل ما وصلنا بسوقت اللي أنا عم بحط يمكن مصاري وعم بتروح هاي المصاري ما إلي قيمة إيه متى بأنا اليوم شو عم بعمل وكلنا بنعرف هاي دي الشغلة نهار اللي شخصي بيجي بيعطيني مصاري بمبسط بسوقت اللي شخصي بيجي بيعطيني شغلة منه هو الدائمة بتبقى أكبر من المصاري اللي أنا أخدته وهون هاي دي الإيمي اللي عم نفتش عليها هاي دي الإيمي يلي زراعة يسوع فينا لحظة يلي تجسد وقالنا اليوم ما إليه معنى شو بتمتلك قد ما إليه معنى اليوم شو عم تاخد ومن مين عم تاخد ما إليه معنى شو بتمتلك اللي يقوله معنا هو قديش أنت غنى لما أنت بتخسر كل شيء بتملكه كمان. وقدي حلو أنه نحن لما منقدر ومنكون منشكر الله على كل شيء. عطينا حتى أقل الأشياء. اليوم بالمقدمة كنا عم نقول أنه منشكر الله أنه الله عطانا فرصة أنه نوعا من النوم يكون عنا نهار جديد. أشياء صغيرة بحياتنا. أنه عنا سقف فوق بيتنا. أنه عنا صحة منيحة. أنه عنا عائلة. كل ما نحن منقدر الله شعاطينا كل ما نحن منقشع الله شعاطينا كل ما هو عن جد بيزيد ويفيد من نعمه علينا أكتر وأكتر. أبونا يسوع عاش 33 سنة على الأرض. ليش إجا؟ ليش الرب سمح أنه يجي ويتعذب. وهو يعني بالإنجيل منشوف أنه عارف أنه رح يغادر. عم بيقوله أنه أنا رح فل. ما كان فيه أنه يهرب من كل هالألام والعذاب اللي مرأ فيه. بلى. ما كان فيه يكتفى مثلا بالعجيب على الأرض أنه خلص العالم بتأمن فيه من وراء تعاليمة من وراء العجيب اللي عملتها؟ كان قادر حتى ما يتجسد. كان قادر بحركة واحدة بكلمة واحدة يخلص الإنسان وينهي كل شي نحن عام نعيشه. إنما اليوم وقت اللي شخص بيعنيلي وقت اللي بيكون مزعوج ما بدأ التليفون بروح لعنده وقت اللي شخص بيعنيلي وقت اللي شخص أنا وياه على الهامش يمكن إذا عرفتوا أنه فات على المساة يمكن بقعت له واتصاب الحمد لله على السلامة طمني عنها وقت اللي شخص بيعنيلي بترك الدنيا ولو شو ما كان عندي بتركه بروح تشوف بقول لهم ما فرقاني معي شو عم بيصير في شقفة مني وقعت رغيح لمها واتطمن عنها الإنسان لأنه هو خليئة ربنا لأنه هو من صلب الله اختار أنه يخلق الإنسان ولأنه الله من حبه خلق الإنسان ما قدر من الغيب يخلص الإنسان جرب مع الإنسان بالعهد القديم جرب مع اليهود بالعهد القديم يدلن على الطريق يوعيون خلقوا الله عجيب غريب ما حدا ممكن قادر كان يدخل الله بقاصس الله بيضرب الله بيجازه الله نهر اللي بتزيحي عنه بيحاسب لقى حاله أنه مع كل الأنبياء اللي بعتن مع كل الخلاص اللي ماشي معه مع الشعب اليهودي بقى الشعب اليهودي لحظة يلي نتفي يرتاح مع الله يرجع يشط ويغير طريقه يرجع يبعط له حدا من جديد يقتلون قدي الأنبياء كلهم قتلون ما زمت نبه فتخيل اليوم ابن الله شو بدون يعملوا فيه ويسوه كان عارف هالمشروع إنما لأنه هالأدي بيحب الإنسان ضحى بزيته وهون أنا اليوم بقدر أعرف وميز الشخص اللي بيحبني هو الشخص اللي بيضحي كرميلي هو اللي بيستغني عن وقته بيستغني عن راحته بيستغني عن رفاهيته حتى كون أنا ببعض المطاره يمكن عم بعيش طفولتي عم بعيش المزيجي اللي أنا قاطع فيه قدي اليوم فيه أشخاص بتحملني بس لأنه بتحبني وإذا بيجي وبتطلع بقول هالإنسان شو ضربه على مخه وهون منقول الحب أعمى دي مرات ومرات من وعي شخصي عم يوعا على الشخص اللي مقابل عم بيستغلك عم بيتسلى فيك أخدك وجيبك ومش طلع لك شي ورح يأزيك بالآخر بتلاقي الإنسان مقابلك شو بيقلك آي بس أنا بحبه إنه شو هالكلمة اللي متلت تحرف وحرفان وشد إخي شي بتلاقي غيرت العالم إنه بحبه حب قادر يغير الدنيا وهذا الشيء الكلمة اللي يخلت الله يترك كل العظم اللي هو فيها وينزل يتجسد تيقله بس للإنسان وجهاً لوجه بحبك ويرسم له طريق الحب اليوم ما فيه أنهم بحبك إيه بحبك قادر الدنيا حلو الحكة بس على الواقع وين الفعل هيدا اللي قالنا يا يسوع أحب بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم هيدا الحكة نعم فرجينا إيه وصل معنا للصليب ضحى بزيته بس لأنه بحبنا بس لأنه تجسد ويكون على كلمته تجسدت لأني بحبك كمان أنا اليوم متت لأني بحبك أبونا برأيك لو لو ما كان فيه الدسين وما كانوا عم يعملوا عجايب كانت رح تقدر تستمر المسيحيين من وقتها لهلا اليوم القديس هو يمكن علامة فرقة لأينا نحن تنرجع تنرجع يمكن انشتشت حالنا يمكن إذا بدك القديس هو مثل النبي بالعهد القديم يلي من خلاله ربنا كان يستفكر شعبه ويقوله أن أنا هون ويرجع يرده على الطريق من بعد ما تجسد يا سوم من بعد ما عشنا إذا بدك مجد التجسد وموته وقيامته وعرفنا شو هي الحياة القديس هو يلي بيقله أنك قادر تكون مسيح آخر القديس هو يلي عم بيقله أنه لو شو ما صار من حولك بالعالم أنت قادر تقول لا للخطيئة أنت قادر تقول لا للعالم يلي من حولك بأفكاره وقدر تمشي عكس العالم هيدا الفكرة هي أساسية بصورة القديس أنه بنجي ومنطلع بنقول مرشابل كيف عايش بوقته مرشابل كان عايش مثله مثل غيره الحارديني كان عايش مثله مثل غيره إنما اللي يميزهم هي كل المتلأ للعالم اللي كانوا عايشين فيه ما كانوا بيمتلكوا شي مظبوط بس كان العالم بوقتها كمان ما بيمتلك شي هلأ العالم بيمتلك والرهبانات بتمتلك والرهبي بيمتلك والإديسة بيمتلك كان لأكوتيس كان عنده كل التطور وكل التكنولوجيا في عالم من حولنا وصلت للطب والدراسة والعلم وضحت أخر شي بذيتها مثل الطباوية يلي هي حكيمة ضحت بذيتها عارفة أنه عليها خطر بالولادة قالت له أنا بخاطر بحياتي بس الطفل يلي حملته ما إلو زمد حدا يختار عنه إذا بعيش أو بيموت وماتت والبابا الإديس يوحنا بولوس تاني طوبة بحضور جوزة وولادة فإذن اليوم المفارقة هي مش شو بملك هي قد يقدروا لأ على الخطيئة قد يقدروا لأ على موجة العالم يلي ماشي كلنا رايحين من هون يلا بحط راسة بين كل هالعالم وبنطلق بهيد الحقيقة يلي هي كذبة يلي هي موضة يلي هي ترند ماشي في العالم مش عالي ما كل العالم ماشي هي شو أنا جاي يجلس المقتية إيه الإديس هو يلي بيجلس المقتية إديس هو يلي قركل متربنا ومصر إنه يكون هالأرض الخصبة يلي بدأ طاعته ثلاثين وستين ومية ومنه مستعد يضحي ولا لحظة إنه يكون على هامش الطريق أو بين الشوك أو حتى بين الصخر هيك منكون عم نشوف قديش الإديس هو مثال لألنا نحن بس تنصلي للإديس ما ممكن عم نصلي للإديس تجاهلاً ليسوع المسيح والعذرة أكيد لا بس لحتى نكون عم نمشي مثل ما هن مشوا حتى يعني تنوصل للي هن قدروا يوصلوا له اللي هي السماء والحياة من بعد الموت صحيح بصلاة إذا بدك تستا تكون واضحة أنا بطلب شفاعة نعم الإديس دايماً صلاتي هي موجهة لربنا شو ما كنت عم صلي دايماً في كلمة بتقلب الحدث وصلاتي اللي أنا عمعيشها تجاه ربنا أنا لو كنت عم صلي لمرشاربل بس لون صلاتي إذا وصلت بس لند مرشاربل ما رح تكمل رح توقفونيك إذا طلبت مساعدة من مرشاربل ما رح تكفي لأنه اللي بيساعد هو ربنا ومرشاربل والإديسين علقنا على مرشاربل الإديسين يلي بيمرقوا بحياتنا ويلي بنتشفع لهم يلي هني شوفها عائقنا بحياتنا هني سلة وصل هني بزيت الوقت هني مساعد يعني اليوم رايح بدأي أشتغل بجنينة بمرق على فلان مش تشتغل معي بمرق على فلان روح تنشتغل سوا هيدا دور الإديس إنه يصلي معي لربنا حتى مش تكون صلاتي صلاتي مقبولة إنما اليوم بقلنا ربنا كلمة اجتمع اتنين بإسمي أنا التالت فأنا يوم عم اجتمع أنا والإديسين حتى نخلق جماعة صلة نكونوا عم نصلي نحنا وربنا يسمع وبزيت الوقت أنا اليوم مش بس الإديس فيني أطلب مساعدته بالصلة أهلي يلي سبقونا ملايكة السماء حتى الأشخاص يلي بحياتي من حولي فيني يقلون اليوم روحوا تنصلي سوا وقد السماء بتفرح فينا وقت اللي عنجت فعلا إنسان على الأرض بمحدوديته عارف يفتش على ربنا بقلب صلاته وعارف يجيب خيه الإنسان ويقوله اليوم جيت أنا وخيه يمكن كل واحد مننا عم بيصلي على مشروع مختلف بصلت أين اليوم تسوا أنا أحمله بصلاته هو يحملني بصلاته تمشروعنا يتم شكرا لألك أبونا وصلنا لختام فقرتنا معك مشاهدينا فاصل صغير ومنتابع اشتركوا في القناة